السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع مراجعة سماعة جديدة. سماعة كورسير المحيطية اللي هي بسعر تقريبا مئة دولار. صار لنا زمان ما عملنا مراجعة لسماعة بمئة دولار. كل المراجعات كانت عاملة تكون لسماعات غالية شوية صغيرة. صار لي فترة طويل يا جماعة عمالي بيختبر فيها لهيدا السماعة. يعني فين اقول لكم ان هيدا الهدسة الوحيدة. يلا بيهت تقريبا شهران عمالي براجعة وكنت صراحة مشتمتع بالموضوع. يعني استخدام يومي كل يوم كانت موجودة عندي على الداز. وصراحة الصوت اللي طلع منا او مراجعتها مستاهلة لانه نحن نحكي عنا اكتر. بس طبعا ما هيصير هيدا الشيء الا. لح تريد تعطينا اول شيء لايك. تنزل تكتب لنا التعليق اللذيذي وتسمع علينا حلقة اليوم. رسالة سريعة من سبونسر حلقة اليوم. اذا عبالك اتفعل نزام ويندوز عشرة و 11. موقع كيس فان بيقدم لقصومات خمسين بالمية على مفاتيح ويندوز الاصلية ومايكروسوفت اوفيس. الموضوع سهل ادخل على الرابط اللي بسندوق الوصف. اختار المنتج. دخل كود الخصوم الخاص بالقناة. ادفع باي بطاقة اتمانية او البيبال. بيوصلك الكود على الايميل. دخله باعدادات التفعيل بالويندوز. بصير عندك نظام تشغيل اصلي ومفعل. طيب يا جماعة سماعة الـ HSAT تعتبر اعلى بالاداء وحتى كمان بالسعر. ونسبيا الاحدث هي من الفئات اللي قبل منها او اللي اقل منها مثل مثلا الـ HS60. وباقي هيدا السريك اللي اياتو. ونفس هيدا السماعة على الضبط بنفس المواصفات اللي انت حتسماعها بحلقة اليوم. في من نا الويرلس اللاسلكية بتجي بس من دون هيدا السلك. بتجي اتقل شوية صغيرة بالوزن لانه بيجي اكيد بقلبها في بطارية بتعيش معك تقريبا لحدود العشرين ساعة. بس باقي ما تبقى بالنسبة للصوت والشكل كل اثنياتهم واحد يعني السلكية واللاسلكية. قلت عطيك انا بس فكرة لانه بتختلف بالسعر تقريبا 30 دولار. لو حابب انك انت تاخد اللاسلكية الويرلس تفرق معك 30 دولار بس بالسعر. المهم خلونا نرجع للنسخة السلكية اللي هي معناياها اليوم. يلي جاي بتصميم بامتياز يعني حجمها جدا ضخم ووزنها ما يقارب 370 جرام. وبالرغم انه وزنها ما بيعتبر خفيف نهائيا بس فعلا مريحة يا جماعة. اول شي جودة التصنيع جدا عالية. في مناطق يلي هي المناطق المتصلة مبانة الايركاب او الدرايفر نفسه مع الهادبند هيدا بتجي معدن. باقي السماعة كلها مصنوعة من البلاستيك المقوى. الوسادات او اللي هن الايركاب مصنوعين كمان من اللقماش او اللي هو شيء قريب من المخمل. طبعا هيداولي هيضيفوا راحة كتير عارية للسماعة بدل الجلد اللي هن بعرقوا شوي صغير القدر من برا. وهي هاي بترجع الموضوع تفضيري لكل شخص هو شيء بفضل. لقماش او الجلد. بس للاسف انه هيدا السماعة مجاي معها الا بس هيدا اللي عمل لكم عنها قطعة لقماش. هلا الفكرة بالموضوع انه جدا مريحة يا جماعة. حجمها جدا كبير وكتير غميقة لجوه. الدين بتنغمس بقلبها من دون ما تضرب بالدرايفر من جوه فحتكون كمان وضع جدا جدا مريح. وبحال انه هي اختربت معك لأي سبب ما فيك انت بكل بساطة بس تبرمها وتفكها وفيك بتلاقيهم هيدون موجودين على امازون عشان تشتريها منفصلة. او ممكن تشتريها مباشرة من موقع كورسير. هلا طريقة تعديل حجم السماعة لحتى لتناسب مقاس الرسم غريبة شوية صغيرة بس ضيفة صراحة جدا عالية يا جماعة. يعني خاصة على الاستخدام الطويل. شوف ليش? لانه في الفكرة بالموضوع انه هيدا الرباط. فكرته انه هو فيت من قلب السماعة من برا من قلب جسم السماعة نفسه. فيه من جوه هيكة مثل نوع من انواع اللاسك. ما بارشو بيسموه هيدا. فبس بتفكه انت وبتشدها لجوه لو بدك تزغرها من الجهتان. هيك بتصير عندك السماعة اصغر. وازا بدك توسعها كمان نفس الوضوع بتفكها بتصحابها بتوسعها شوية صغيرة. هلا اللي ساير هون انك انت بس لما تلبسها هيكون فيه مسافة بين القطعة هيدا الرباط اللي عماني نحكي عنه وبين القطعة البلاستيكليات الخارجية لاتسماعي اللي هي الهيدباند. فوزن السماعة متحمل على هيد الرباط ومنه متحمل على راسك مباشرة. ومتقسمي كمان على الدينان. يعني ازا شايفين من هون هي عمالة المسك لانه من هون هي فيها متل ربر. فوضعها كمان جدا مريح. وما في اي نقطة التلامس بين البلاستيك والراس نهائيا. وليونة السماعة جدا عالية. فيك تعصرها للصبح. فيك تعاف عليها. ما عندك مشاكل نهائيا. والايركاب بينطوه كمان او بينلفوا لجوة. بس لجوة ما بينلفوا لبرا. وكمان بيلفوا معك طلوه عنزول. لحتالي اه تكون الدينة سكب بقلبها يعني ازا كان فيه حجم راس مختلف او شي عشان تقدر انت تزبطها وتكون الدينة بقلبها من جوة ويكون الصوت جدا واضح. وبالاضافة كمان انه الايركاب في عليه انشعار كورساري اللي هو بضوة بالارجي بي فيه كمان تتحكم بالالمات طبعيتهم برنامج كورساري. ليس صراحة انا ما بشوف انه هو شي مهم نهائيا يكون على سماعة. ولو حتى كمان كانت سماعة جيميج. عامل نفس اضاءة الارجيبية اللي بتكون على ظهر الشاشات الجيميج. ما حدا مستفيد منه الا الحاتي اللي هو موجود ورا الشاشة. واخر شي قبل ما انتقلنا على اداء الصوت في عندكن على السماعة. زرين او زر وعجل. يعني زر عشان تعمل منه ميوت. وفيك انت تتعدل الوظائف فيه من برنامج الايكيو. هيدي شغلة كتير حلوة. لانه اساسا انت بس لما تفكي المايك هيك وترجع ترفع على فوق يعني بس لما ترفع على فوق بسير ميوت وبضويلك احمر. فهيدا الزر فيك ما تستعملوا للميوت نهائيا وتحدد فيه اي وظيفة تاني. هلأ برجع بحكيكم عن الموضوع. وفيه زر اللي حترة تعدل فيه انت شدة الصوت ازا كان عالي وواطي. يعني من هيدور الامور وما في بقلق. وبالنسبة للصوت او لنروح هلق على اداء الصوت يلي صراحة يا جماعة انا شايفه جدا ممتاز. وبما انه سماعة محيطية سبع فاصل واحد فهي بتحكي لك الاصوات المحيطية بطريقة جدا حلوة. بس اللي صير هون انه هي بتغير لك بالصوت شي بسيط لحتى لي يصير هيك قريب من صوت المسارح. فيه شوية صدق. يعني بمجرد ما انت تفعل الصوت المحيطة فعلا بتحس حالك انك انت صرت بصارة سينما. الصوت مو بقى عمل يطلع من السماعة نفسه صار ابعد شوية صغيرة. بزيد صوت الصوت شوية صغيرة بس بتعيشك جو اللعبة بطريقة خرافية. انا شخصيا مني من محبيه تفعيل الصوت المحيطة نهائيا بس التجربة بهذه السماعة كانت فيني سمية انا حلوة ومختلف شوية صغيرة عن باقي السماعات. بفضل كمان حجم الدرايفر اللي هو خمسين مليا. الدرايفر نفسه قادر ان هو يعطيك جودة صوت حلوة. مع الصوت المحيطة صراحة عاملين مع بعض شغل كتير عالي بالنسبة لأداء الصوت. وبالمناسبة على سيرة صوت صالة السينما اللي عمالي خبرك عنه والصوت المحيطة اللي عمالي تعطيك يا ازا بتجرب انت تحضر علي افلام اكشن مثلا اللي فيها خبيط وسلاح وهيدره لامور. واو فعلا الصوت حيكون كتير حلو. يعطيك شعور انك انت فعلا بالسينما والاصوات كلاته اللي عمالي تطلع. عمالي تطلع فعلا محيطي من سبع سماعات مش من سماعة واحدة. لانه متل ما قلت لكن الصوت ما عم تسمع عن قريب. بفضل هيدا الصدر اللي عمالي يطلع عم تحس انت الصوت جاي من مسافة ابعد شوي. فعمالي اتحكي لك الصوت المحيطي بطريقة كتير حلوة. وبالاضافة كمان انه البيز فيها مانه مزعج نهائيا. هنه اساسا عاملين بريست ايكولايزر كل البيز فيها يعني متوسط مانه مزعج نهائيا. وانت فيك تعدل كمان الايكولايزر من برنامج الايكيو اللي كمان هلأ حيرجع خبرك عنه بعد شوي. بس في شغلي صغيرة انا ما بقدر سميها انه هي سلبية لانه بترجع لكل شخص وتفضيلاتهم. اول شي يا جماعة انه لانه الوسادات هن معمولين من اللي قماش او اللي هو قريب من المخمل يعني قماش بشكل عام. اه عزل الصوت جدا ضعيف. يعني انت ممكن تسمع اي شي حوالك اصوات احاديس العاب. قاعد عمالي تلعب وتشيش. شو من كان انت عمالي تسمعه انت وعمالي تلعب بنفس الوقت. هادي ممكن تكون حسنة لاشخاص وسلبية لاشخاص تانيين. اه وبالاضافة كمان انا رايش عمالي اقولك انه ما فينا اعتبارها سلبية. لانه لو كانت ايركاف او الوسادة نفسها. الوسادات كانوا معمولين من الجلد يا جماعة. كانت حتكون مسلا عمالية عريق تضغط كتير على الدينا. تعمل عزل حلو بس تكون عم تضغط كتير. يعني والعكس كمان لانه هلأ هي قماش فعادي راحة كتير عالية بس اه ما في عزل للصوت تقريبا نهائيا. فهيدا الشي عبر لكم بيرجع على كل شخص. او بدك تضحى انت بالراحة على مصلحة عزل الصوت او بدك تاخد عزل الصوت وتضحي بالراحة. وخلونا هلأ نروح على تجربة المايك اللي انا شايفه صراحة جدا كويس. الصوت فيه كتير واضح. ما في نويز نهائيا. فيك تتحكم بالمايك كمان تقربه شوية صغيرة على تمك او تبعده. لانه متل ما انت شايفين المايك هو مزبوط بتحسه بس هو اه فليكسبل يعني فيك تقربه وترجع على تم متل ما انت بدك اياها. ومجرد ما ترفع لفور. نهائيا كنت عمال اقل لكم بيعمل ميوت للمايك بطل فيه صوت نهائيا. يعني بشكل عام انا شايفه المايك بيوفي بالغرض وفوقه كمان حب تمسك. لا في نويز الصوت واضح اي نعم انه منه احترافي بدرجة عالية بس بكفي معك للالعاب للتواصل لشغل خفيف حيكون وضعه جدا ممتاز. وبالنسبة لبرنامج كورسير بمجرد ما انت توصل السماعة من كيبر اليو اس بي وتحمل برنامج الاي كوي اللي هو الخاص بكورسير. هيتعرف السوفتور على السماعة ويصير انت فيك بهيد الحارة تتحكم باضاءة الارجيبية لشعار كورسير. ومتل ما قلت لكم كمان فيك تغير وظيفة زر الميوت لتعمله مثلا ماكرو كي. انت بتحدد اي وظيفة تعملها من خلال هذا الزر. وفيك كمان تخليه لحتر تقدر تتنقل فيه مثلا بالاكولايزير اللي هنه اساسا ست وضعيات هنه عاملين من كورسير نفسهم. انا صراحة الستة مش موضوع ما عجبوني. بس انا زبطت بريسات تتناسب مع الالعاب اللي انا بلعبها. ببيز يكون شي بسيط بس اعلى من المتوسط مش مبالغ فيه. لانه بريسات اللي اساسا كورسير عاملين من برنامج الاي كيو. يعني يقلب يكون البيز مبالغ فيه وكتير عالي وخبط كل الوقت. يقلب يكون متوسط فانا بحبه يكون شوية صغيرة اعلى. يعني عشان شي يتناسب مع الجيمز اللي انا بلعبهم. بشكل عام يا جماعة تجربة السماعة مختلفة عن باقي سماعات كورسير اللي انا جربتهم قبل. آآ الصوت المحيط فيها جدا حلو خاصة بس تفعل الدول باوديو وتشغل علي مسلا شي فيلم او جيم. فعلا بتصير بعالم تاني. وسعرها ازا انت عماري تحكي بحدود تسعة وتسعين مية دولار. يعني هلا سماعة محيطية كويسة. بيعتبر سعر جدا مقبول. ما فينا انا اعتبرها غالية نهائيا. هيك كانت سعر الهايبر اكس كلاود تو. اول مصادرات. وحتى كمان الجي برو اللوجي تاك الجي برو اكس. كمان كان سعر اغلى كان سعر يمكن بالمية وعشرين دولار. فسماعة بمية دولار بهذا المواصفات انا صراحة نجايفة جدا ممتازة. وبالنسبة لنسخة الوايرلس مننا. كمان سعر مية وتسعة وعشرين او مية وتلاتين دولار بهذا المعدل. وعلى كل الاحوالنا سأترك لك روابط السماع تاني اللي هنا الوايرلس. وحتى كمان السلكية بسندوق الوصف تحت لو حابب انك انت تلقي نظر علينا وعلى اسعار لانا ممكن تتغير من وقت لتاني. وبس هيك يا جميع هيدا كان كل شي لا فيدي اليوم. اول شي اعطينا اللايك. واكتب لي تحت شو بتقترح علينا السماعات نجربها. واشترك بالقناة بعدك جديد فعل زر الجرس ليوصل لك اشعارات بالمقاطع الجديدة. شوفكم ازا الله رد بالحلقة الجاي. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة